عندنا خبر جميل يا عالم نهاردة بالنسبة لكل اللي بيتابعوه الحقيقة انه خبر مميز وممكن كمان يتحط تحت بندل تريند اللي دايما بنبهولكم معنا لان الناس كلها اتكلمت عنه امبارح هو اعلان وزارة النقل ويه المواصلات عن تشغيل خمس محطات جديدة المترو الانفاء بالخط التالت بعد الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب وشفنا صور كتير جدا ليه يعني الناس وهي بتستقل مترو الانفاء في هذه المحطات الجديدة حسب ما قالت وزارة النقل فان المحطات اللي تم تشغيلها امس هي محطات الجزء التالت من المرحلة التالتة من الخط التالت للمترو اللي بتقع بمناطق محافظة الجيزة بالعجوزة والدقي والمهنسين وبلاق الدكرور وبيشمل الجزء الجديد خمس محطات ثلاث محطات نفقية هي التوفيقية ودنيل جامعة الدول ومحطة سطحية هي بلاق الدكرور ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة طبعا هذه المحطات تخدم عدد كبير من المواطنين وخصوصا كمان يعني طلاب الجامعة صحيح جامعة القاهرة هيكون لها فائدة كبيرة وكلية اعلام كنا لسا بنتكلمها يعني المترو جنبها أو المحطة جنبها طبعا طول الجزء الجديد المقرر تشغيله حوالي 7 كيلو متر الممتد من المحطة التوفيقية تحدي جامعة القاهرة ومرورا بشارع وادي ميل وجامعة الدول العربية وبلاق الدكرور الخط الثالث اللي بنكلم عنه النهاردة طبعا المترو الأنفاء هو أول شريان عرضي للربط ما بين شرق وغرب القاهرة الكبرى وهو حلقة الوصل ما بين جميع مكونات شبكة النقل السيكاكي بالجر الكهربائي اللي هو شبكة مترو الأنفاء خط المونوريل الخطين اللي هيكونوا موجودين والقطار الكهربائي الخفيف وعلى فكرة ده طبعا من خلاله هيكون فيه محطة عدل منصور اللي هي موجودة بالفعل طبعا ولكن من خلالها بيكون كل الحاجات اللي تكلمنا عنها من وسائل النقل هتكون متاحة سواء كمان بالنسبة للمحطات السوبر جيت وغيرها كلها موجودة هناك كمحطة تبادلية وهي محطة يعني دخلة ضمن موسوعة جانس هي الأكبر بالنسبة للمحطات الحقيقة إن مترو الأنفاء من وسائل النقل المميزة جدا واللي بتختصر في الوقت واللي بتوفر كثير من المجهود كمان للتنقل في مساحات كبيرة ما بين يعني الأماكن وبعضها إلى جانب طبعا شبكة المواصلات اللي بيتم عملها الآن الحقيقة زي ما قلنا من مونريل وقطار كهربائي في يعني أنا أعرف ناس بيستخدموا القطار الكهربائي دلوقت ومحطة عدل منصور وينتقلوا إلى أماكن شغلهم فده في الحقيقة يعني بيوفر لهم وقت ومجهود وأيضا يعني فلوس كمان وعدم استهلاك للسيارات فبرضو يعني جزء من حماية البيئة فالموضوع بقى كل متكامل كده وإن شاء الله يعني يتم افتتاح كل خطوط المترو ونلاقي شبكة المواصلات بتاعتنا كلها متكاملة واضحة ومميزة زي ما بنشوف في كل دول العالم وإحنا طبعا يعني مصر حريصة على إن شبكة النقل والمواصلات تكون بجودة عالية وبكفاءة كبيرة تقدم خدمات مميزة لمواطنية الجميل كمان يا علا هي الجودة يعني احنا كلمنا عن الوقت وكلمنا عن كل شيء الجودة بالنسبة للمحطات نفسها وبالنسبة للمترو العربات نفسها صراحة شيء ممتاز جدا نظافة التكييف والجميل إن ما فيش بقى بالذات الخط الأخير ده والخط الثالث تحديدا ما فيش بقى لبع جائلين ولا متسولين ولا أي شيء النظام كل شيء أمن واستقرار فشيء ممتاز جدا يعني دايما إن شاء الله في توسع وتوسع ونشوف الخط اللي جاي كمان هو الباقي علينا بقى كمواطنين الحفاظ والاهتمام بما تقدموا الدولة من خدمات فاحنا نكون حرصين إن نحافظ على ما نملكه من خدمات جيدة علشان الاستدامة وعلشان كمان يعني دايما يكون وجهة مشرفة لمصر يعني بعد كده السياح لما بيجوا يحبوا يستخدموا وسائل النقل الجماعي في كتير من دول العالم أول ما تنزل المطار تلاقي بيديك كتايب كده في كل شبكة المواصلات اللي ممكن تستخدمها وتخرج حتى من المطار بباص للمترو لقطار كهربائي لأيا كان الوسيلة وسائلة النقل الجماعي وبيكون دا يعني جزء من الرحلة كمان في يعني والتعرف على البلد وبالتالي يعني إن إحنا عندنا هذا الحجم من يعني محطات التشغيل كمان في الوقت دا إلى جانب طبعا التكاملية زي ما تكلمنا فشيء مميز وجميل جدا يعني إحنا هنعتبر دا يعني جزء من الترند النهاردة